بالعودة إلى الخبر الأبرز في هذه النشرة حيث التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأردنية إيمان الصفدي وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة خلال اللقاء كما حذر السيد الرئيس من خطورة مسار التصعيد العسكري على الأمن الإقليمي في اجتماع آخر مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اطلع السيد الرئيس على تطورات إنشاء مراكز البيانات وإطلاق الصحب الحاسوبية في مصر ووجه بمواصلة وتكثيف الجهود لتعزيز قدرات الدولة في مجال زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات والصحب الحاسوبية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأردنية إيمان الصفدي وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والسفير أمجد العضيلة سفير الأردن بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن وزير الخارجية الأردنية نقل للسيد الرئيس تحيات شقيقه عهل الأردن الملك عبدالله الثاني وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقاتها تاريخية الوثيقة مع الأردن على المستويين الرسمي والشعبي وسعيهما المشترك لتطوير المستمر لأطر التعاون السنائي بما يحقق تطلعات شعبيهم الشقيقين نحو التنمية والازدهار أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية الرامية للتهدئة في المنطقة حيث تم تأكيد موقف الدولتين السابت بشأن ضرورة تكسيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية لإنقاذ المنطقة من أزمة إنسانية واسعة النطاق كما تم التجديد على أن دولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو من عام 1967 تعد ضامن الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار المستدمين في الإقليم مع تأكيد خطورة مسار التصعيد العسكري الذي يزيد من تعقيد الموقف ويدفع نحو احتمالات تهدد على نحو جدي الأمن الإقليمي ومقدرات الشعوب بالمنطقة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور عمر طلعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أحمد الشذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة والمهندس بكر البيومي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولواء أركان حرب هاني منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة حيث اطلع سيد الرئيس على تطورات إنشاء مراكز البانات وإطلاق الصحب الحاسوبية في مصر في إطار تنفيذ المحاور المختلفة لاستراتيجية مصر الرقمية والبناء على قيام مصر بافتتاح مراكز البانات العملاقة في أبريل الماضي وتابع سيد الرئيس في هذا السياق جهود الحكومة لتوفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات العالمية للاستفادة من التقدم الجاري في البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية في مصر وفي ظل ما توليه الدولة من أهمية لقطع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد وجه سيد الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة وتكثيف الجهود لتعزيز قدرات الدولة في مجال زيادة الاستثمارات في مراكز البانات والصحب الحاسوبية تعظيماً للمزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في هذا الصدد سواء من حيث توفر البنية التحتية اللازمة التي تم تشهيدها على مدار السنوات الماضية أو من حيث الموقع الجغرافي لمصر الذي تتقاطع فيه كبلات البيانات والاتصالات بين أفريقيا وأسيا وأوروبا إضافة إلى مرور الغالبية العظمى من إشارات الإنترنت في أسيا وأوروبا عبر مصر كما شدد سيادته على الاستمرار في الاهتمام المكثف ببناء القدرات التقنية للشباب المصري وإعداد كوادر رقمية قادرة على المنافسة بفاعلية في سوق العمل المحلي والعالمي